جديدة بنواحدة للبيضاء مقبرة الإحسان بمنطقة سيدي حجاج افتتحت بهدف تخفيف الضغط على مقبرة الغفرة روبرتاج سعيد أجانا حميدا مربوح على مساحة تمتد لأكثر من مئة هكتار سيتم تشهيد مقبرة الإحسان هنا بإقليم مديونة وتحديدا بمنطقة سيدي حجاج والتي تأتي لحل مشكل اكتضاد المقابر المجاورة نحن عنا أحد الروضة هنا صغيرة جدا ديالة سيدي حجاج جمعة سيدي حجاج وقريبة امتلأت فهذه تكون متنفس جديد لدفن أموات المسلمين ستحفف العبء الاجتداد الذي يكون في الدار بيدا وبحكم الدار بيدا معروفة مقبرة الغفران والرحمة باكتداد ديالها كل الرهان على مقبرة الإحسان والتي ستساهم في تسوية مشاكل الدفن خصوصا أن مقبرة الغفران لم يتبقى لها سوى سنة من الاستغلال ووضعيتها المزرية أصوحت تستدعي التدخل لإصلاحها نظروا إلى مقبرة الغفران التي بقي فيها سنة للدفن والوضعية ديالها كارثية نحن نحن بتنسيق مع السيدها من الإقليم على الصيانة ديالها والإصلاح ديالها والهدف من هذا الشيء كامل وهو إحداث وحد المقبرة بمواصفة دينية وروحية وجمالية في المستوى العالي التي ستكون فيها واحد الحرمة واحترام هذه الأمواس واحترام كذلك حتى الزور إحداث مقبرة الإحسان سيتطلب غلافا ماليا يقدر بأكثر من مليار سنتين مبلغ ستساهم بها الجماعات الترابية الخمسة المنخرطة في تشهيد هذه المقبرة ترجمة نانسي قنقر